اعزائي طلبات وطلبات الصف في السنة العداد دي مناهج نيو هالو معكم استر عمد فاوز والنهار ده معدنا مع يونت فايف وحدة الخمسة جزء الاول وطبعا كلام ده من 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 صفحة طبعا متين اتنين واربعين المتين ستة وخمسين يونت فايف بيتكلم على هالبينج يو هالبينج مي تعال شو ما بعدين كده كلمة لسر وان و تو اول حاجة مع بعضينا كوكينج اللي هو الطبخ اللي هو طبعا ايه يعني الترتيب والتنظيم يعني اخراج القمامة يعني طبعا وضع ملابسي في مكانها المعتاد الاعتناب اخي الحسن المعملة او الطيبة والعطف يعني شخص غريب فانتاستيك رائع يبتسم ابتسامة تنفى كفرب يبتسم ولو هي ناو انتم ابتسامة يعني مسافة يعني فوضاوي او غير معتب يعني عشوائي يعني شقة سكنية معا كده طبعا كلمات لسن وان هون يعني مراهب فلور هنا يعني طبق اوارضية يعني مصعد او سنصير سورت هنا نوع كرسي متحرك ستيرز اللي هي درج السلم كلمات لسن تو هنا تشوب كيبر شوب كيبر هنا يا صاحب متجر او محلة تجار يهتمة او عناية او اهتمام شاب يعني شكل اكتس افعال او اعمال راندوم اكتس او كيندنس دي يوم افعال الخير غير المخططة او العشوائية فوتبلر لاعب كرة قدم تشيك هنا كفرب معناه يتحقق او يافحص ادبرتايزمنت اللي هو ايه الادبرتايزمنت الاعلان تبسي على نصائح سيف يعني لص بعد كده طبعا عندنا اللي هي ايه الافعال افعال غير منتظمة عدار الغير بوبس فور كده فرجوت فور جدا fort拉 gemeinsam اذر ي payload تاخد لارح ايه تم ايه تم استفذررات المخططة ايه تم ايه تم واحد ايه تم ايه تم ايه تم دم ايه تم ايه تم ايها تم بعد ايه تم conversing ستاوفيتم وفتاوفيتم وفتاوفيتم وعرشي موصل عطاء ويمدرات المخطط على التخ مقر ونخط علي ايه تماما جوز لبيك ده اسن الطiberal goats السننم من heavy massive السننم من borrow يقترض take السننم من lucky fortune يعني fortunate اللي هو طبعاً محظوظ أما الأنتنم بقى من tidy اللي هو messy أو untidy ويه الأنتنم من fall empty والأنتنم من heavy light والأنتنم من borrow lint والأنتنم من lucky unlucky نخش بعد كده على والصفكس طبعاً هنا والصفكس من هنحول صفة لإسم زي stranger غريب بعد كده هنا صفة لإسم زي kind نخش على أول جزء معنا طبعاً على طول على الكلام ده light يعني خفيف عكسان اللي هو heavy وفي نمبر تو بيقول clean and have the same meaning ليهم نفس المعنى يبقى clean وحاجة زيها بالزبط نظيف اللي هي إيه هنا هل هي slow بطيء يعني عطوف طايد مرتب طبعاً اللي هي يعني إيه هنا اللي هي مرتب بعد كده على طول اللي هي يعني إيه مضادات الحجرة طبعاً غير مرتبة معناها إيه هنا إن هي غير مرتبة إن هي missy missy يعني إيه فوضوية الجزء اللي بعد كده هو طبعاً general notes الملاحظات اللغوية وهنا طبعاً و pin طبعاً pin هنا الأولانية معناها طبعاً سلة مهملات لما أقول students should put rubbish in the pins يعني حطوا طبعاً ليل كمامة فين في سلات مهملات أما pin هنا معناة دبوس لما the teacher stuck his instructions with a pin on the board يعني طبعاً لزع طبعاً الورقة بتاع التعليمات على البرد بدبوس بأكد الفرق بين lift كمصعد أو أسنصير I take the lift to the seventh floor أنا باخد طبعاً المصعد اللي بدور كامل السابع لكن lift هنا كverb معناها يرفع لما أقولك I'm sorry I can't lift this يعني مش أقدر أرفع الشان تأتي لدي لكن lift هنا اللي هي اليسار لما أقولك نهض is sitting on the lift يعني قاعد على أي الشمال الأولي يسار lift هنا كverb معناها طبعاً الماضي من leave يغادر لما أقول I'm lift for I'm a man last one day تمام يبقى هنا غادر ايه آآ عمان امتى اللي اتنين اللي فات الفرق بنوش ووش أب طبعاً ووش اللي يعني يخسل زي من لو وين يجد صعب يووش يخسل ووش لكن ووش أب ده اللي هي الغسيل طبعاً الأطباء اللي هي my mom is washing up in the kitchen يعني بتخسل الأطباء فين في المطبخ الجزء اللي بعدك على طول طبعاً هو important expressions لما أقول لك what sort of man take the left to ياخذ المصعد لي get ready for يستعد لي do the cooking يطبخ give back يعني يعني يعطي مقعد لها لما أقول do a practice random act of kindness يعني مارس أو يقوم بعمال خير غير مخطط لها for no reason بدون سبب tie up يرت بحجرة put way يضع الأشياء في مكان take out يخرج الأشياء get on the bus on the third floor في الطابق الثالث go down to ينزل أو يصل إلى run after يلاحظ أو يطارد بعد كده care about يهتم به الجزء اللي بعد كده على طول طبعا هو الايه exercises على vocabulary number one هنا طبعا choose the correct answer يعني اعايز اقولك انه عالي طبعا بيرجع أو طبعا بيرتب الألعاب بتاعته على طول أول ما يخلص لعب طبعا هنا احنا خدنا طبعا put away put away يعني يضع الأشياء فيها مكانها وفي number two هنا بيقول he is asking about directions طب directions يعني بيسأل عن الاتجاهات he seems to be هو يبدو انه ايه to this part of the city يبدو انه طبعا غريب هو ما فيش حد إيسأل التجاهات إذا كان stranger stranger يعني غريب في المكان وفي number three بيقول لي هنا في number three بيقول لي هنا منير has to up the dishes after dinner on mondays and when they طبعا احنا اخدنا اللي يخص للأطباء اللي هي wash up the dishes wash up the dishes أما في number four بيقول the up after they made a model for the project يعني طلب منهم انهم يعملوا ايه هنا ان يترتبوا بعد هم عمل الموديل بتاع المشروع طبعا يعني خدنا الترتب هنا tie the up tie the out number five بيقول the teacher was very angry كان غضب جدا when he found the class لما وجد الفلس هي ب missy missy يعني فوضوي number six يقول مام عملت كيك طبعا هنا اكيد مدام هي عملتها كويسة انا حبيتها طبعا هنا هنا رائع اوكي نروح بعد كده على question number seven بيقول ازاي police ran after that when they saw him leaving the bank هيجر وراء البوليس لما شافوه بيسر البنك اللي هو السيف يعني لس هنا بعد كده في question number eight بيقول what is between cairo and alexandria and lotus 260 km اكيد مسافة يعني طب مسافة يعني هنا distance يعني مسافة real هو طبعا سكة الهديد والطريق وهي يعني طريق برضو في number nine بيقول ازاي book is you should read it طبعا هنا بيقول لك لا بينصح انه لازم يعراها يبقى الكتاب هنا ايه برضو fantastic fantastic يعني رائع وفي number ten بيقول he is still and he is 14 years of منظر 14 سنة هل هو يعني زي كده مراهق ادل تبالغ يعني احد الوالدين وكد يعني لسه طفل يعني بيقول my father give me some about studying english يعني بابا اداني بعض النصائح عشان ازاي يذكر english طب نصائح يعني هنا هي طبعا tips tips يعني نصائح عما في number 12 يقول you can put in the newspaper to sell your old flat عشان تبيع شاعتك العديمة لازم تنزل اعلان يعني اعلان هنا advertisement وفي number 13 هنا بيقول a when is a machine that carries people تحمل الناس up or down اعلى واسفل ان طول building مبنى طويل طيارة بلين needle يعني خدناها مسلة او ابرة وبين يعني سلة مؤملات هو lift اللي هو المسعد number 14 بيقول زمان هو اوينز الشخص اللي يملك اندرانزا شوب ويدير محل is cold بنسميه طبعا شوب keeper بائع ولا نارس ممرضة ولا انجينير مهندس ولا builder هي shop keeper number 15 بيقول run means to run quickly to catch or stop someone or something اللي هو ايه رن هي هنا هال رنات ولا رن هو يهرب ورن افتر يعتني بي ولا رن فور ورد طبعا هنا هي رن افتر انا افتر بيقول لك يعني يعتني بي اوكي بعد كتب number 16 but we should care our environment تبعني بتاخد preposition ايه هنا about care about يعني يعتني بي كده خلصنا الجزء ده نروح وطلع على الجزء اللي بعد كده ايه هنا اللي هو بالنسبة لل grammar بتاعنا هنا بيتكلم على necessary اللي هي الضرورة ب have to has to سهل جدا طبعا احنا بالنسبة لنا هنا بتاخد طبعا ايه اللي هو الفعل اي او 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 زير طيب بييجي بعدها على طول هنا اللي هو الفعل في المزل ازي لم انا مضطر ان انا امشي للمدرسة طبعا هنا has to بيجي بعدها infinitive اللي هو الفعل فين في المصدر ودي طبعا بتاخد ايه اما هي او او ات الاسم هي المفرد لما اقول هي has to buy the book هو مضطر ان يشتري ايه البوك بالنسبة للنجاتب بتاعه ضروري have to has to طبعا don't have to plus infinitive doesn't have to plus infinitive ومين اللي بياخد don't هنا اللي بياخد don't اللي هي i we وي وز هي واللي بياخد ايه doesn't بياخد هنا هي وش واد بتاع نشوف جملة هنا بيقولك my brother or my mother doesn't have to go to work today هي مش مضطرة ان تروح الشغل النهاردة because it's holiday لان النهاردة هي اجازة تمام بعد كده لما نيجي نسأل سؤال في الضرورة منحط دو او دو او ايه تاخد وبعد كده نحط وبعد كده تلين فينة الفعل في المصدر لذلك هل انت مضطر انت تخلص عملك النهاردة طبعا بنعمل عملية اللي هو ايه i do yes ايه do او no i don't لو سأل بضز هنا يقولك باسم خدت بالك من هنا في السؤال هنا عشان في ناس بتيجي تقول لي ايه يا مصر مش باسم دي بتاخد هاز طب ليه هنا حطينا هافته هي القاعدة بص بتقولين نول do او does او ايه does تمام بعد كده على طول انت هنا بتحط مين السبجيكت اللي هو الفعل وبعد السبجيكت اوكي بتحط مين have to بلاص الانفين او الفعل فين في المصر اوكي يبقى do you have to does he have to برضو هنا لو سأل بضز هنا نقوله طبعا ايه yes he does does ولو no no he doesn't no he doesn't الخطر اللي بعد كده طبعا نسهل بكلمة استفهمه نحط طبعا question word او الحاجة what when where وبعد كده بنحط بعدهم على طول do او does وبعد كده بنحط الفاعل بعد كده هتقول لنحط قعدتنا اللي هي ها في زي اللي اقول لك when do you have to arrive at work امتى ان انت يجب ان تذهب او تصل للعمل بتاعك خطر اللي بعد كده عندنا اللي هي النصيحة should shouldn't should ايه shouldn't احنا بنستخدم should للنصيحة لما تكون حاجة كويسة اقول لك يجب ان تأكل طبعا كسلمون الفواكه والخضروات يوميا shouldn't بقى ده ما تكون حاجة غير مفيدة وكلهم بيجي بعدهم infinitive زي اللي مقول لك you shouldn't eat you shouldn't eat too many christmas and sweets لو انت هتسأل سويا هتحط should فعل 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 في المصدر ونعمل عملية كروس مص should we eat a lot of fish or lots of fish yes you should ايه نفس النظام المقصة اهو اهي تمام تقول لو نوت وبانون you shouldn't لو سأل سؤال بكلمة سفهم يبقى question word بعد كده should بعد كده فعل subject تعال لك تبهم لك كده على جمع والصلا هنا كده اول حاجة هتحط subject subject ايضا ايما تحط should shouldn't او shouldn't كلام ده للنصيحة يجب ولا يجب بعدهم على طول تحط infinitive يعني فعل في المصدر دي القاعدة الاولى القاعدة التانية لو تسأل should تحط should اللي هو الفعل بعد كده هتقول تحط infinitive الفعل فين في المصدر طيب لو هتسأل سؤال بمين بكلمة استفهام طبعا شد دي معناها hell لو جات في الاول هتحط اللي هي كلمة استفهام بعدها على طول بتحط should بعد كده بتحط subject اللي هو الفعل بعد كده بتحط infinitive اللي هو الفعل فيه دي القاعدة اهي ده حافز القاعدة دول تعرف تحل اه نحل مع بعضنا كده ونشوف كده بيقول يعني انا في تمام كده بيقول لك i get up early i can stay until nine o'clock لو بصيت هنا دعو تلات وبيقول لك انا مش مضطر ان انا ستايكز مبكرا لان انا انام في السرير لغاية الساعة تسعة يبقى دي ما فيش ضرورة هنا الضرورة في النجة في المصدر اللي أنا عليها هي don't have to don't have to to get up تمام كده بعد كده نمبر تو هنا بيقول مونا تو wear a uniform at school مونا دي لازم تلبس اليونفورم بتاعها في المدرسة يبقى هنا هل هي مونا تاخد have to or has to طبعا مونا تاخد مين has يبقى مونا has to wear a uniform وفي نمبر 4 3 بيقول ايه you run if your legs hurt هنا بينصحه بيقول ما تجريش لو رجليك بتوجع طبعا هنا حاجة ايه shouldn't يبقى you shouldn't run you shouldn't ايه run وفي نمبر 4 هنا بيقول you start running short distance يجب ان تبدأ بجري مسافة قصيرة دي نصيحة هنا يبقى هنا ايه بقى هنا you should start you should ايه start ويبعد كده طبعا في نمبر 5 في نمبر 5 هنا بيقول ايه بيقول what game do you have احنا احنا قلنا have to plus mean infinitive يبقى تروى على مين على طول على to practice يبقى what game do you have to practice number 9 هنا بيقول you shouldn't احنا قلنا shouldn't تيجي بعد دامين infinitive you shouldn't spend too much time on social media social media يعني هنا ايه اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي ما تقضي شوية كتير على وسائل التواصل number 7 هنا بيقول should i drink lots of water يعني هل انا ايه يجب ان اشرب كسير من المياه water after a run قال لي yes you اعمل عملية مؤسة على طول هتديك هنا مين should لانه وسائل بمين هنا بshould يبقى هنا yes you a should ام فاكن لما قلتلك السؤال بتو does فعل فعل في المصدر كلهم يجي بعدهم هفتهم يبقى does your best friend they have to walk to school ونخش بعد كده على السؤال بعد كده طبعا complete او بيقول do you have to drive طبعا السؤال مستر اللينا لازم يجي بعدها infinitive يبقى drive بس drive ايه بس اما في number 2 بيقول هنا ايه what should i did احنا قلنا بعدي هيا برضو ان يجب يبقى what should i do بيقول you not have to sit when the port stops بيقول لك ايه هنا لا يجب ان تجلس لما المركب يتوقع طبعا احنا هنعمل ايه هنقول you don't have to طبعا النفي بتاعها ايه don't have to plus infinity بيقول you don't have to sit انا عندي two هنا يبقى ممكن اشيل هنا ايه two دي عشان بباش two مرتين يعني بقى كده number four بيقول what you have to do طبعا احنا السؤال اقول كلمة سفهان بقى كده دول فعل بقى have to what do you have to do انت مضطر تعملي number five هنا بيقول you have to look after your baby brother as we count طبعا انت السؤال بها تحط do فعل 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 فالمنظر do you have to بقى جده في number six بيقول does neither has to get up early احنا قلنا في القاعدة لما نسأل do does تحط mean الفعل وبقى كده have to على two but does neither have to get up early الجزء اللي بعد كده طبعا هو الجزء بتعمين والسؤال طبعا اللي هو listening تاني شوما بعدين كده السؤال اللي هو number two اللي هو المحاسة اللي هو بيقول ناصر ask his study بيسأله عن الدراسة بتاعته فبيقول له هنا ناصر do you have to study this evening عمر هل انت مو اتطر انت تذكر الليلة دي عمر قال له حاجة وقال اه يعني أنا عنده طبعا امتحان بكرا جغرافيا طبعا نجيب هنا بيس ونعمل عملة كروس بيسأله اي اي دو بيسأله قال له what about your brother طبعا اخوك ماذا عن اخوك قال له حاجة بطي هانس تايد او بزروم قال له بردو عنده امتحان لكن لازم يرد به حجرته هنول ه بردو test but he has to tie up his bedroom سأله سؤال هنا الناصر قال له where do we have to go for the next lesson هنروح فين في الدرس القادم طبعا هنا ممكن نرد يقول له لازم نروح مثلا المكتبة نروح المكتبة نروح هنروح to go to the library اللي هي لازم سأله سأله هنا قال له yes we have science and the next lesson عندنا طبعا درس جاي علوم so we have to go to laboratory اللي هو المعمل يبقى يقول له طبعا ماذا عنك مسلا what about you what about you what about you يعني ماذا عنك اول افضل طبعا هنا ممكن نقول له هنا عشان قال له yes we have science طبعا هنا in the next lesson so we have to go to the laboratory ممكن نقول له what about you يعني ماذا عنك what about you قال له yes we have to science in the next lesson so we have to go to the laboratory لما سأله سأله هنا yes I am good at math يبقى أكيد قال له هنا are you number two يقول الكريم I am very lucky I am very lucky can you pack the book you put ممكن ترجع الكتاب اللي انت start طبعا هنا give يبقى give back وفي number eight is the shape of your mouth that shows you are happy حاجة لو شكت تبين انت سعيد جدا اللي هي smile smile الاتسامة number nine طبعا هنا احنا قلنا مدام في وقت وضز وام يبقى what does أحمد have to do to win the next match number 10 بيقول does she get up early on fridays كلهم بيحط هنا have to في الاسئلة اللي الاسئلة بيقول لك I have to لازم تحط infinitive اللو a listen يبقى I have to listen carefully to my teachers number two بيقول he not has to speak loudly طبعا negative هنا ما فيهوش خالص has اللي a dozen بعد have to infinite بعد كده بيقول ازاي not have to buy milk طبعا هنا negative برضو don هي زي تاخد هي don don have to buy milk number four بيقول هنا اي what nabyl have to get for the trip طبعا نabyl هنا نحط المساعدين هي does بعد كده نحط مين هنا nabyl يبقى does nabyl كده have to get for the trip كده ده اخر حاجة معنا كانت على الوحدة الخمسة unit five آآ listen one two طبعا الكلام ده 256 اتمنى لكم احنا استفادنا من الفيديو thank you goodbye